ما حكم من صلى إلى غير القبلة يا سبيل بارك الله فيك بالنسبة لاستقبال القبلة شرطه من شروط صحة الصلاة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله سلم أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم استقبل القبلة والله جل وعلا أمر نبيه وأمر المؤمنين باستقبال القبلة ولذلك ذكر العلماء على أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة و يسقط استقبال القبلة بالعجز فإذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة سقط عنه كذلك يسقط في النفل إذا كان يصلي النافلة و لم يستطع أن يستقبل القبلة أو كان على وسيلة من وسائل النقل و لا يستطيع الاتجاه إلى القبلة يصلي حيث شاء لكن بالنسبة للفرض القادر العالم بجهة القبلة تبطل صلاته إذا استقبل غير القبلة فأما إذا جهل و اجتهد و سأل و بحث و صلى ثم تبين له أنه على غير القبلة صلاةه الصحيحة و لله الحمد و المنة